موسيقى طبعا الهوامش هي المسافة الفاصلة بين نهاية الورقة وبداية النص وفي الورقة تحتوي على أربعة هوامش هامش يميني وهامش يساري وهامش من الأعلى وهامش من الأسفل أو هامش علوي وهامش سفلي حتى نتعرف على الهامش بشكل أدق نضيف النص الافتراضي وهو يساوي راند أفتع قوس أسد القوس انتر هذه المسافة اللي هي بين النص وبداية الورقة يسمى هامش وفي هذا المكان يسمى هامش علوي هذه المسافة اللي هي بين النص والجهة اليوم لنهاية الورقة من اليمين يسمى هامش يميني وهذا هامش يساري وهذا هامش سفلي طبعا الهوامش بها أنواع مثلا ضيق الضيق هو يكون سمك الهامش أو مسافة الهامش تكون قليلة مثلا هامش متوسط وهامش عريض وطبعا نقدر نختار هامش مخصص يعني أنا مثلا اريد هامش من اليمين مثلا 20 ملم ومن اليسار 20 ملم ومن الأعلى 30 ملم بيجي حالة أنا ما أقدر أختار من هذين الأوامر ليش؟ لأن هذين الأوامر رح يطني هامش متساوي مثل ما تلاحظون طبعا في حال أنه وردت أستخدم هامش مخصص حسب المسافة اللي أنا أريدها رح أختار من هوامش وهوامش مخصصة ومثلا من الأعلى 3 سنتيمتر من الأسفل مثلا أقدر أكتب كتاب النص وأقدر من خلال السلايد مثلا 2 من الأيسر أو من اليسار ومثلا 2 من اليمين وأقدر من الأسفل أيضا 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر موافق ألاحظ أنه من الأعلى 3 سنتيمتر من اليمين 2 سنتيمتر من اليسار 2 سنتيمتر في حال أنه واحد يسأل يقول ليش أنت خليت من الأعلى أكثر من اليمين ومن اليسار طبعا مش شرط حسب الاستخدام ممكن أنه بعض الكتب العربية تكون هذه المنطقة هي خاصة بالكبس والتنضيد في هذه المنطقة نخلي مسافة حتى لما نكبس الكتاب ما تختفي النصوص أو الكائنات الموجودة طبعا إذا كان الكتاب إنجليش أو إنجليزي فضلا نخلي هذه المنطقة كبيرة حتى لا تغطي الناس أثناء الكبس في حال أنه لو عندي كتاب الكتاب يعني مثلا كتاب ورقي هذه المنطقة ممكن تحتوي على رأس وتذيل وهذه المنطقة ممكن تحتوي على رقم الصفحة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر